ومن بيروت معنا الصحفي والكاتب السياسي مروان القدوم سيد مروان تحية طيبة لك سيد مروان عندما يتحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنه لم ليس هناك توافقا على انتخاب رئيس للجمهورية أليه يعتبر هذا تنصلا مما تم الاتفاق عليه في اجتماع عين التينة سابقا وليس هذا أيضا تحديا لفئة كبيرة من اللبنانيين ومنهم البطرك الذي دعا إلى الانتخاب اليوم طبعا رئيس الحكومة نجيب ميقاطي يقول بكل أسف الحقيقة يقول الحقيقة أن اليوم هناك رأي جديد لرئيس مجلس النواب نبيه بره كان في بداية الأمر يتحدث الرئيس نبيه بره ويقول بأن الحوار هو ممر الزامي للوصول إلى انتخاب رئيس الجمهورية بعدما وقعت الواقع في لبنان واستعرت الحرب وشاهدنا اللقاء السلاسي الذي حصل في عين التينة وضم إلى رئيس نبيه بره الرئيس نجيب ميقاطي والنائب وليد جمبلات كان هناك حديث وليون في ملف انتخاب رئيس الجمهورية عندما قال الرئيس نجيب ميقاطي وإلى جانبه الرئيس نبيه بره بأن الحوار ليس ممر الزامي اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية علينا أن نتوافق على رئيس من أجل انتخابه لكن كل هذه المرونة التي شاهدناها حينها بددتها زيارة وزير خارجية إيران إلى لبنان عندما نسف كل هذه المبادرة وعادت الأمور ولكن اليوم دعمت دعوة وعاد الرئيس نبيه بره ليربط انتخاب الرئيس بوقف إطلاق النار نعم ولكن الآن دعوة البطرق الماروني كم سيكون لها صادة في الشارع اللبناني وعلى السياسيين أيضا طبعا شاهدنا اليوم البطريارك الراعي تحدث باسم الشعب اللبناني تحدث باسم الرعية الجماهير كما يقال هذا الصرح البطرياركي يعني عليه مسؤولية وطنية وتاريخية هو صرح مؤسس للكيان اللبناني وعليه أن يحافظ على هذا الكيان نحن شاهدنا منذ سنتين حتى اليوم في كل عزة أسبوعية يتحدث البطريارك الراعي عن ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية وعن ضرورة أن يكون الانتخاب بحسب الدستور اللبناني يعني أن المجلس النيابي هو هيئة ناخبة على جميع النواب أن يتحملون المسؤولية الوطنية ويذهبون إلى مجلس النواب وينتخبون رئيس ولكن هناك إشكالية هنا بأن الرئيس بره وقالها البطرياركي بصراحة يضع مفتاح مجلس النواب في جيبه يضع هذا المفتاح ليس رغبة منه لوضع هذا المفتاح ولكن هناك ضغوط ربما إيرانية ربما كانت من حزب الله عندما تعنت الحزب بضرورة ترجيح سلايمين فرنجية ولا أحد غير سلايمين فرنجية من أجل الانتخاب أعتقد أن الأمور اليوم أخذت بالتعقد شيئا فشيئا البطريارك الراعي أصر وتحدث عن كل الكتل السياسية لم يتحدث فقط عن الرئيس نبيه بالريبل تحدث عن المسؤولية الوطنية للنواب عليهم العمل والجهد من أجل انتخاب رئيس جمهورية تحدث أيضا عن أشياء كثيرة شاهدنا بأن البطريارك الراعي خائف من شيء ما خائف من توتر حرفية سأقرأ حرفيا مروان ما قاله وهذا ما لفتني لأنه للمرة الأولى يتم مقاربة هذا الموضوع بهذه الشفافية في لبنان النزوح سيكون إذا أهمل سببا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين كما قال بأنه بحاجة للمزيد من الوعي والمحافظة على الأملاك الخاصة وعلى العيش المشترك نعم بكل صراحة علينا أن لا نختبئ وراء صبعنا في هذا الموضوع موضوع النزوح بدأ يصبح موضوع خطير جدا كل بيئة اليوم تحتضن عدد كبير من النازحين كانت في الأسابيع الأولى تؤمن لها كل الإحتياجات ولكن مع بداية فصل الشتاء ومع تراكم الإحتياجات ومع تقصير الدولة اللبنانية ومع تقصير أيضا حزب الله الذي هو المعنى الأول بهذا النزوح اليوم لا نرى أبدا الهيئات الاجتماعية لدى حزب الله التي كان يحدثنا عنها ويحدثون المنظرون يتحدثون عن أن هناك ألاف مراكز الإواء وكلها منظمة وسيتم يعني تأهيلها وكل إنسان سيكون في غرفته هذه كلها الموضيع لم نراها أبدا هناك عملية يعني معقدة في عملية الإواء مراكز الإواء غير مجهزة أبدا نهائيا ونحن على أبواب فصل الشتاء وخاصة في موضوع التدفئة في موضوع ملابس الشتاء في موضوع التغذية وفي شتى المواضيع وحتى يعني المواد العينية وحتى المواد النقضية يعني المال مع النازحين المال نفذ من النازحين هناك قضية ثانية أيضا الأملاك الخاصة هناك مباني كثيرة في بيروت حتى الساعة تسعى بلدية بيروت ومحافظة بيروت والقوى الأمنية وطبعا قوى الأمن الداخلي بأن تقوم بإخلاء هذه المباني لأن هي أملاك خاصة وأصحاب هذه المباني يطالبون بأملاكهم ربما في المستقبل هناك إشكالية أيضا ستظهر إشكالية دفع الإجارات في المباني التي استؤجرت ربما ينفذ المال من النازحين وليس لديهم مال لدفع الأجار وأموال الأجار وهنا أيضا سيكون هناك مشاكل أضف إلى الإشكاليات الأمنية عندما يتحدث عدد كبير من البلديات بأن هناك مراكز إيواء ربما يكون فيها بعض الأسلحة الفردية جلبها معهم النازحون إلى هذه المراكز كل هذه الأمور تشكل عائق كبير وتشكل مخاطر كبيرة هذا وأن الجيش اللبناني يقوم بكل مهامه بس نحن نعرف أن هناك حوالي ألف ميت مركز إيواء إذا وضعنا عشر عناصر من الجيش اللبناني على كل مركز نحن بحاجة إلى 12 ألف عسكري واليوم الجيش اللبناني يعني ليس بهذا الصدد لأن لديه مهمة في المستقبل القريب وهي تضيق الألف وسبعمائة واحد وزيادة العديد عديد الجيش في الجنوب اللبناني نعم سيد مروان هل دخل لبنان بالفعل سيناريو غزة عسكريا وأيضا اجتماعيا وسياسيا وأمنيا يعني كل التطورات على الأرض وخاصة التطورات الأمنية في 48 ساعة الماضية تظهر بأن هناك استفادة إسرائيلية من الوقت الضائع من الآن حتى الانتخابات الأمريكية وحتى أسابيع بعد الانتخابات الأمريكية من أجل يعني السعي إلى القضاء على البنية التحتية المتبقية لحزب الله نرى نحن توسيع الاشتياح في يعني الجنوب اللبناني إن كان في الخيام وعلى أبواب مدينة بنت جبايل الغارات الكسيفة في جنوب والبقاع وأيضا العمليات الجديدة مثل عملية الانزالة التي حصلت في البترون عملية استخباراتية نوعية للجيش الإسرائيلي يعني أعتقد بأن وصل الإسرائيلي إلى كل مكان في لبنان إلى العمق في لبنان أعتقد بأن هناك خرق قبير في جهاز أمن حزب الله أو في المنظومة الأمنية لديه هناك سيناريوات كثيرة عن أمهز ولكن حتى الساعة التحقيقات في يد شعبة المعلومات ولم ترشح معلومات كثيرة عن كيفية حصول هذه العملية وهذا الانزال ولكن بكل الأحوال هناك تصعيد أمني كبير لدى الإسرائيلي وطبعا تصريحات بن يمين نتنياهو اليوم أثبتت ذلك عندما يقول أن حزب الله سيعود وراء الليطاني إن كان بإكمال العملية العسكرية أو بالاتفاق الأمر واضح عليه أن يكون وراء الليطاني ولن يكون هناك عملية إعادة تسلح لحزب الله أبدا سنقطع الأكسجين عن حزب الله استعبل هذه العبارة في المقابل حزب الله أيضا يستمر في عملية المقاومة يستمر في استنزاف الجيش الإسرائيلي ولكن أعتقد بأن أنا عامل الوقت ليس لصالح لحزب الله ولا الشعب اللبناني ولا هذه الحكومة اللبنانية ولا الاقتصاد اللبناني الذي وصل إلى الحديد وطبعا نحن اليوم على أبواب عام دراسي يذهب في مهب الريح اليوم عدد كبير مئات ألاف الأطفال والشباب في لبنان هم خارج المدارس والمعاهد التقنية والمهنية هناك كارثة اجتماعية تربوية تحصل فيه الفكرة شكرا جزيلا لك كنت معي من بيروت الصحفي والكاتب السياسي مروان القدوم